السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم راح نشرح طريقة تغيير اسم المستخدم والصورة الشخصية في الوندوز 10 فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونا تروحون على ايقونة البحث عندكم تضغطون عليها وتكتبون control panel راح يظهر معاكم بهذه الطريقة اول خيار تضغطون عليه فمن هنا يا شباب تروحون على هذا الخيار له الuser account تضغطون عليه في البداية يا شباب راح نروح على طريقة تغيير الصورة كل اللي تحتاجون تسوونا تضغطون على هذا الخيار له make change to my account راح يفتح معاكم يا شباب بهذه الطريقة من هنا تروحون على خيار browse for one وراح يفتح عندكم الملفات اللي موجودة في الجهاز تختارون الصورة اللي تبغونها نفترض مثلا هذه الصورة الآن بعد كذا تضغطون choose picture فكذا الآن يا شباب بكل سهولة غيرنا الصورة المستخدم في الوندوز 10 الآن يا شباب راح نروح على تغيير الاسم ترجعون على نفس الصفحة اللي كنا فيها قبل شوي ومن هنا يا شباب تختارون على هذا الخيار change your account name وراح يفتح معاكم بهذه الطريقة فهينا يا شباب تسجلون اسم اليوزر نيم اللي تبغونا الجديد فراح أسجل هذا الاسم مثلا بعد كذا تضغطون change name فكذا الآن لو تلاحظون تغير عندنا اسم مستخدم في الوندوز 10 فكذا الآن يا شباب بكل سهولة لو تعيدون تشغيل الجهاز راح يتم تحديث البيانات الجديدة وراح يطلع عندكم الجهاز بالاسم الجديد والصورة الجديدة فهذا يا شباب كان شرح اليوم إذا حابين تعرفون أكثر على الويندوز أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة